اشتركوا في القناة بالخير أي لا تحجر الخير في نفسك وتحبسه وتحبسه عن الآخرين ليكن شعارك يا عبد الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خيرية هذه الأمة في دعوة الآخرين إلى الله سبحانه وتعالى وادعوا إلى ربك إنك على صراط مستقيم حيث بيّن الله عز وجل خيرية هذه الأمة قائلة كنتم خير أمة أخرجت للناس خير هذه الأمة ليست بالعلوم ولا الفنون ولا المهارات ولا الأموال ولا الأثاث ولا المتاع خيرية هذه الأمة قال تعالى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فكلما أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر كلما كنت لامعا بالخير عند الله ثم عند الناس ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر نعم أخي في الله إن رأيت منكرا وسكت عنه فأنت متواطئ على فعله ولربما أن الله سبحانه وتعالى أحل العذاب والنقمة على مجتمعك نتيجة بخلك عنهم بالحق أي لأنك بخلت بالحق عنهم صرف الله سبحانه وتعالى النجاة عن المجتمع جميعا فربنا عز وجل أخبرنا فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسكون وربنا سبحانه وتعالى أخبرنا قائلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم طبع نفسك على المعروف ثم دعوا الناس إليه وابتعد عن المنكر وحذر الناس منه وإياك ثم إياك أن تكون إنسانا متصالحا مع المجتمع وأنت تعلم مدى فساده نعم أخي في الله قال النبي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع بلسانه فمن لم يستطع فبقلبي وذلك أضعف الإيمان من لا يصلي ذكره بالصلاة وأقيم الصلاة وآت الزكاة من لم يستغفر ذكره بمغفرة الله وطمعه بالله عز وجل حتى يستغفر من أفطر في رمضان عامدا متعمدا رحبه ورغبه الجنة والنار نعم الذكرى للإنسان حتى تبرأ ذمتك عند الله سبحانه وتعالى من أكل حراما واستساغه وأشبع نفسه منه قل له ما يأكلون في بطونهم إلا النار ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم نعم يا عبد الله إنها مسؤولية علينا جميعا إياك أن تكون إنسانا متقوقعا محصورا في مناخ مكفل وكن إنسانا خيرا ليكن الخير شعارك وليعم خيرك على الجميع من خلال أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر فلقد قال الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في نهاية الآية قال ربنا أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم على أمل لقاء بكم استودعكم الله سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته